حفلت غرف مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي بالعديد من الاجتماعات التي عقدتها اللجان حيث تم بحث العديد من القوانين والاقتراحات عقدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مشتركا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المشتركة بين الجانبين في ظل اقتراب موعد تسليم الميزانية العامة للدولة عن السنتين الماليتين 2019-2020 الحمد لله تم عقد الاجتماع بين اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس النواب ومجلس الشورى وذلك للتنسيق بين اللجنتين لأننا بنكون في غرفة واحدة في التعامل مع ميزانية الدولة المتوقع تقديمها من قبل الحكومة في السبوع القادمة والعشر الأيام القادمة والحمد لله الاجتماع كان جدا مثمر وتمت الاتفاق والتوافق على آلية العمل وآلية التعامل مع الميزانية ووضعنا الخطوط العريضة على اساس تسريع في اتخاذ القرار في اعتماد الميزانية لأننا ندري مرحلة القادمة مرحلة اقتصادية خلنا نقول نكون على المحاك ويمكن نكون مرحلة حرجة لازم القرار نكون سريع يكون وعدم تعقيد الأمور من قبل المجلسين كما اجتمعت لجنة الخدمات بمجلس النواب برئاسة النائب ممدوح الصالح نائب رئيس اللجنة بممثلي شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية لمناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة باء من المادة 24 من قانون تنظيم سوق العمل وأوضح الصالح أن اللجنة قررت وبعد مناقشة واستعراض بنود المشروع بقانون والاطلاع على المرئيات الواردة للجنة بشأنها التمسك برأيها ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة استعدادا للتصويت بخصوص الحصول على تصريح حسن سير سلوك للعمال الأجنبية قبل دخولهم البحرين فكنا نتناقش معهم عن هذا الموضوع فتوافقنا معهم بعض النقاط وبعض النقاط اللي فيها كسلبية أكبر المشكلة بتكون عائق أن بعض الدول اللي تجلب منها هذه الأعمالة ما يكون بيها سفارات فإحنا كان الهدف أن الطلب من سفارات البحرين في هذه الدول للتأكد من سيرة كل عام قبل أن يدخل البحرين والتأكد من حصولهم على شهالة حسن سيرة وسلوك فبعض الدول ممكن وبعض الدول ممكن بسبب أشكاليات عدم وجود سفارات فما زارت اللجنة مجتمعة وإن شاء الله نوصل لقرار في هذا الموضوع أما لجنة المرافق العامة والبيئة فقد عقدت اجتماعها برئاسة النائب عبد الرزاق حطاب إذ ناقشت اللجنة أربعة مشاريع بقوانين رفعت ثلاثة منها إلى مكتب المجلس خلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة التاسع الذي نعقد اليوم تم استعراض طبعا جدول الأعمال تم مناقشة العديد من المشاريع بقوانين والتي يتم حالتها طبعا من مكتب رئاسة المجلس أو اللجان الأخرى منها طبعا مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة